بينما يسعى الاقتصاد الفرنسي للتعافي من تداعيات الاحتجاجات العمالية الواسعة التي عرفتها البلاد ومن ازمة التضخم وجد نفسه امام ازمة اقتصادية جديدة اعمال شغب شهدتها انحاء فرنسا بعد مقتل شاب على يد شرطي خلال عملية توقيف مروري اوقعت اضرار كبرى وطالت المئات من مراكز التسوق والمصارف والفنادق وبعد اسبوع من اندلاع اعمال الشغب ابدى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون حظرا شديدا من عودة الهدوء للشوارع وذلك بعدما شهدت فرنسا سبع ليال متتالية من اعمال شغب اوقعت اضرارا وصلت لاكثر من مليار يورو دون احتساب الاضرار التي لحقت بالسياحة حيث تعرضت الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية لاعمال التخريب ما جعل السياح يحتاطون من الصفر الى باريس اضافة الى اجراءات اخرى غير مطمئنة مثل فرض حظر التجول ووقف حركة النقل العام في محاولة تضييق الخناق على الاحتجاجات داخل المدن الفرنسية الامر الذي ادى الى قيام العديد من الدول الاوروبية بدعوة رعايها الى تجنب المناطق المتضررة من اعمال الشغب كما الغيت نسبة كبيرة من الحجوزات في ظروة الموسم السياحي الرئيس الفرنسي خلال لقائه برؤساء بلديات المدن التي تضررت خلال الايام الاخيرة جراء اعمال التحطيم والحرق والنهب اعلن قانون طوارئ لتجاوز هذه العقبات واستخدام اجراءات عاجلة لاعادة البناء وتجهيزات الخدمة في الشوارع ووسائل النقل العام متعهدا بتقديم مساعدات مالية للمتاجر والمصارف كما اكد الرئيس الفرنسي ان الحكومة ستكون حازمة للغاية مع شركات التأمين للاصراع في تعويض الخسائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة